السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كده للا اخوان اللي بس عليكم هانين يكونوا مزيان تمنى تكونوا كامل بخير بالنسبة للفئة اقتصادية تقربا كلهم مدخلون المنافسة على سبيل المثال شاومي عند الريد مي ناف ريلمي عند السيطروة انفيينيكس خرجت لنا الهوت ديس اللي هو اللي غندو عليه اليوم ان شاء الله وتكنو خرجت سبارك سيس تقوى في واحد بروسيسور لزوين وبصراحة تشوي لك الفرح حتش اخيرا تقدر تشري تليفون فيها اقتصادية وتعول عليه وهذه المنافسة كاملة لكل المستفيد الاكبر منها هو انت و انا مستعد لك نريد ان نوضح هذا السؤال في التعليق في الانستغرام كثير من الناس يقول لي شو عيب عندي 1500 دلم ماذا احسن تليفون ممكن تشري لم اوضحتي السؤال يا صاحبي حتى انا تقولي 1500 دلمي ناف لا تشري على سبيل الميشان انت مهتم بالكاميرا مني ستصور بي لا سأعجبك حتى اخذ الفكرة لا تشري تليفون في 1500 دلم لا يوجد كاميرا لم تشري تليفون صورت بي لا اعجبك ماذا تقولي ابني ماذا تقولي الاشهر مع العلم اني معمرني في الاشهر ومعمرني في الاشهر فهذه القناة ان شاء الله كانت غير مصدقية تليفون زوان نقول لي زوان تليفون خيبة نقول لي خيبة هناك شيء زوان وشيء خيبة نقولهم بجوش حتى انا اهمل اول اخر وانت حتى انا اعرف الشاب المغربي يتقاتل لكي تشري تليفون خيبة حتى لو كانت خيبة وقلت لك سأتجربه وستجربه لا يعجبك انا سأتجربة للمصدقية اذا سأتردق كل شيء ولم شاهدت للمصدقية لا يكون غالف او في حالة انه سأتقاب اذا ستنجد ان اتجربة ان يشاركه في الدخل في الفيديو سأقوم بكاده او هذا الفيديو برعاية شركة فلان فلانية وننتظر برعاية شركة فلانة او بالصدقاء الفيديو اذا انت فهمنا اذا مقبل تنزل اجعله اشتركة ام حاجة اوارك على الجرس اردك خيال فوقاني ونفعل فيديو اوصلك اذا ان تتميز على الانستغرام اخبرك في وصف وفي التعليق الاول اذا اريد ان تشري التلفون اخبرك النمرة اخبره في وصف الفيديو اذا انا لديه محل في سيدة الفرنوسي انا بداعه على بركة الله اول شيء سوف نحلل العلبة الهاتف كي نعرف المحتويات بعد ان نحلل العلبة سوف نلقى اول شيء الهاتف سوف نضعه في جرب حتى نرجعه بعد ان نلقى الورقة الضمان لن حتنا ونسمع الخشوات ثم القابل للشرحة ونصف الصورة ونقف في الجرس بعد ان ان نحدث عن الهاتف ولكن وصلنا الهاتف هم هنا بسبب بشارطة او اينا هاتف حاش اللى تتميز مع الاستسبع لأستulous يمكنك شفاء على هذا الزوار شكرا لفاصل الضهر هنا غير في الفيديو تصور كبير محلماتكم لدينا الكاميرا جنبهم فلاش بصراحة شكية اللزوينة ومقبول وهناك شكل الكاميرا للسامسونج في الوسط لدينا البصماء وتحت الاسم الشركة لشيء الذي لم أعجبتنا في التليفون وهو يصم بشكل كبير ولكن العموم هذه المشكلة التي تأتي معه لكي تحافظ عليه و لا تجدرح ما تغيير الجنب الذي لدينا الزر لكي نشعله التليفون والأزرارة على الأسر لدينا البصمة كارت سيم والكارت ميموار ونستطيع أن نقوم بشكل كارت سيم في الأعلى لا يوجد شيئا سوف نقول لدينا ميكروفون لدينا الصوت ولكن للأسف لا يوجد ذلك لدينا البصماء في التليزيات الميكروفون الخاصة بمكالمات المنفذة للشحر للأسف مايكرو اس بي ماشي تيب سي بالنسبة للشاشة الهاتف يأتي بأكبر شاشة في الفئة السعرية 0.78 إنش من نوع Aps بدقة HD Plus والكاميرا الأمامية تأتي بشكل هول بونش الحويج الذي أعجبني في الشاشة أول حاجة الألوان الزوانين يجب أن يكون متبعين قليلا ثاني حاجة لحجمها كبير وأنا أتأكد أن أي شخص لديه التليفون كبير سيأعجبه التليفون بكثيرا أما بالنسبة للحويج الذين لا يعجبون في الشاشة أول حاجة الإضاءة تحت الشمس نقصة قليلا والناس الذين يدقون بكثيرا تستطيع أن يعجبهم لا يمكن أن يكونوا تفرجوا في اليوتيوب فالأقل الحاجة تفرج عليه 720 ولم ننسى لدينا لديه التليفون في الشارج سأعجب أهم نقطة في الفيديو وهي الأداء للهاتف بصراحة الأداء أصدامني بالخصوص في الألعاب الهاتف يأتي بمعالج بشركة ميدياتيك يوجد G70 بالنسبة للإستخدام العادة والتنقل بين تطبيقات ومرة لا تنقل في السوشيال ميديا سيأخدم لك مخير وسأشعر به خفيف لأحد درجة كبيرة لأن الواجهة إنفينيكس خفيفة غير يتمنى لدينا الإشهارات عندما يأتي للألعاب أنا أعرف أن لديك اللعب في فريفاير وكل فضوتي ببجي لا يستعملوا تليفون للإنفينيكس ولكن هذا التليفون الهاتف كان نصحك بيه أو حسابي إنفينيكس كانت من قبل أن تنقل معالجيات بحل الهيليو P22 و الهيليو A22 أما لديك هذا كان نصح بأي واحد مهتم بالأداء وحتى بالألعاب سيكون محب بشركة إنفينيكس عندما تنقلت عليه ببجي تعملني على الهي HD لديك لقم بحق أجربت الريد ميناف ولكن تنقلت نسخة الهاتف ثلاثة جيجاجية في الرام عندما تنقلت فيها هوبديس حسن لعب في الهاتف ولكن عندما قلت لك تنقلت تنقلت نسخة ثلاثة جيجاجية في الرام تستطيع نسخة تكون حسن في نسبة لتجربتي تقصار في الهاتف حسن من الريد ميناف وعنده واحد ملاحظة واحد اخرى هذا التليفون نادر ما سيسخلك لعبت لا شد يطروا هذي الباب جيم متابعين يلا بديك نحسب واحد شوية ذات سخونية ونقدر نقول لكم هذا هو اقل تليفون في السخونية في الفئة السعرية دياله اقل تليفون في الفئة السعرية الي يجينا العاومي الامر لدينا البصمة الفئة السعرية الاداة البصمة كيف دياله مخفيفة وهذه واحد الحاجة اللي كتعجبني في الهواتف ديال انفينيكس ووالفئة السعرية لأن هو يعمل جيد غير انا لن نصحك له الهاتف لأجيزة انفينيكس إكسو 7 واندرويد 10 والشيء اللي بتعجيب بعض منكم هو الهاتف ان تقوموا بصفرهم البصمة بالنسبة للتعادلات هي الوظيفتين وثير المطرق والتقارب وحتى الاراة الهاتف بالطريقة الهاتف سعى 5200 مئنة امبر مع شاحن 10 واط لو عدت تتشارج المصافر المياهة في المياهة تقوم بوصد 9 ونص ساعتنا ننصه قليلا في حال أي تليفون استخدام عادي عندك يومين استخدام متوسط عندك نهار كنت ترى التليفون و لا تجده 1-9 تسوي إذا جاءنا الكاميرات هاتف قمنا بربعادة الكاميرات الكاميرات الرئيسية 16 ميجا بيكسل الكاميرات الثانية والثانية تجربة ميجا بيكسل واحدة خاصة بالعزل والخرى ماكرو والكاميرات الرابعة تساعد في التصوير الليلي أما الكاميرات الأمامية تجربة 8 ميجا بيكسل ترجمة نانسي قنقر تصوير الحدوث الهادوث يجب منصفة واحدة 4 جftigften 4 جيجا 24 جيل جكا في خزين 8 يا لإبطاءة 1800 دلام إذا كنتك من المثل سوف اتخذهم بقضاء 1450 1440 ما عرفتش ولا تلقى اوله 1450 هذه كوتي لدي الهادوث الف Captain بالنسبة الرئيسية لو أنها ث Valley ونظرها سوف تجربو الكثير من المؤادência لأنني أنا أعرف they're going to see A lot of people تياد آليون كبار الكاميرا أمامها تأتي على شكل هول بونش تريندين دي 2020 لدينا باتريا كبيرة و أهم شيء يأتي بروسيسور أولا بمعنى آخر يقدم قيمة مقابل سعر بالنسبة لعيوب الهاتف أولى الحوج الذي لم يعجبونه فيه أول شيء كبير ولكن دقة ديالة صغيرة الثاني شيء لدينا في الشحن مايكرو اسبي ليس تيب سي أريد أن أعطيكم الرأي ديالي أنا شخصيا إذا كنت تريد أن تريد رخيص والألعاب سوف يخشل الهوت ديس و خاكي الريدمينافوريلميسي طروة لأن هنا لدينا شاشة كبيرة وسوف تحرك السبعة كما تريد أن يزائد الباتريا كبيرة وسوف يسبر معك الوقت اللي طوال و كنظن هذه أكبر بطارية وقالها مقارنة مع المنافسين كان هذا الفيديو ديال اليوم إذا أعجبك تزخلي لي واحد لايك واشتراك بالقناة و أهم شيء فعل جرس لكي يمكنك أن يصلك سوف يطلع لك واحد الفيديو الذي أعجبك تفرج فيه لا أعجبك أولا سوف يطلع لك واحد أخر هنا في أمان الله